قال تشو جي جين كبير الأساتذة بجامعة فدان إن معظم الدول الغربية ترى أن مشاكل الاقتصاد العالمي هي نقص الطلب في حين اقترحت الصين تطوير التكنولوجيات الجديدة وتعزيز إصلاح القطاع الصناعي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ويرى تشو إنها خطة ابتكاء على الأزمة الاقتصادية وأشار تشو إلى أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 كشفت عن وجود مشاكل عدة في هيكل الحوكمة الاقتصادية العالمية لذلك فإنها بحاجة ماسة للإصلاحات طرحت الصين إكمال الحوكمة الاقتصادية المالية العالمية وهذا يتماشى مع متطلبات الدول النامية وأعرب محافظ البنك المركزي التركي إردم باسيجي عن أن الرئيس الصيني شيجينبين أعلن عن موضوع قمة مجموعة العشرين في العام المقبل وهو بناء الاقتصاد العالمي الابتكاري والحيوي والشمولي والرابط وفي أولويته الابتكار وأن له أهمية كبيرة في ظل انكماش الاقتصاد العالمي وفقا لمعرفتي فإن الصين ستؤكد على مفاهيم التنمية الأوسع مثل الابتكار وهذا مهم جدا وإذا كان هناك شباب ولديهم أفكار جديدة مثل بعض خريجي الجامعة فإن لديهم أفكار ولكن بدون أي تموارد فينبغي أن يكون هناك بعض المؤسسات لمساعدتهم في تحقيق مشاريعهم وذلك لتقديم مساهماتهم للاقتصاد العالمي وفيما يتعلق بكلمة أخرى هامة في قمة مجموعة العشرين في العام المقبل وهي الشمولية قال باسيجي إن تركيا قد أكدت على نمو الاقتصاد الشمولي في قمة مجموعة العشرين هذه وستواصل الصين التأكيد على هذا الموضوع وهذا يجعل مفاهيم القمتين متوارثة وأنه على ثقة بأن الصين زمة ناجحة الشمولية هي عامل مهم جدا في التنمية الاقتصادية وهي واحدة من الشعارات الثلاثة لتركيا وأنا على ثقة بأن الصين ستصلت الضوء على التنمية تتولى الصين رئاسة المجموعة بالتنمية وأعتقد أن قمة مجموعة العشرين في العام المقبل في الصين ستكون مثنرة جدا